مشاهدين الكرام اشتركوا بكناة بابا فعلوا الجرس فعلوا لايك ويصلكم بكل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اليوم سأتحدث عن أسباب برودة القدمين طبعا تعتبر برودة القدمين طبيعية مع تغيير الجو ولكن هناك أسباب قد تؤدي إلى ذلك أهم هذه الأسباب هي التالي برودة الطقس والتوتر والضغط النفسي مشاكل في الدورة الدموية فقرة دم أيضا قد يكون سبب مرض السكري مشاكل بالعصاب أيضا قصور بالغودة الدرقية ما هي أهم النصائح إذا كان لديك برودة بالأطراف أولا الحركة تعتبر مهمة لجريان الدورة الدموية ثانيا ارتداء الجوارب وإذا كنت تريد حل سريع هي عمل حمام ماء دافئ ووضع الأرجل فيه لمدة تربع ساعة وعشر دقائق كذلك أيضا استخدام القرب الماء الدافئة وكذلك أيضا الكمادات الساخنة أما إذا كان السبب حالة طبية مثل قصور الغودة الدرقية أو نقصة التروية وغيرها فيجب عليك مراجعة الطبيب لكي يقوم بمعالجة ذلك هذا بالأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية ولكم جزيل الشكر